رئيس السيسي يعود إلى عرض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد بين مصر والعراق والأردن النائب العام يعود إلى القاهرة بالقطع الأثارية المستردة من فرنسا وحزب إيمانوين ماكرون يبدأ خيبة أماله حيال الانتخابات المحلية في فرنسا الثانية صباحا منتصف الليلة بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم عدى الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة بغداد الثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القمة تناولت تعزيز التعاون التنائي بين الدول الثلاث والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل تحديات الراهنة وخلال القمة أكد الرئيس السيسي الحرص على الحفاظ على الأمن المائي العربي مؤكدا موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ثمن رئيس البرلمان العربي عدل العسومي مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها العراق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية ورئيس زراء العراق مصطفى القديمي أكد رئيس البرلمان العربي أن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعديز العمل العربي المشترك وأشار العسومي إلى أن القمة تعد استثنائية حيث توقيتها وأهميتها لسيما أنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار عدى المستشار النائب العام ووفد النيابة العام المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من فرنسا يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ومدير إدارة الأثار المستردة حيث أشرف النائب العام على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة وقد أمر النائب العام بتسليم هذه القطع لللجنة الفنية المشكلة من وزارة الأثار لفحصها وأشهد النائب العام بالتعاون الفعال بين السلطتين القضائيتين في مصر وفرنسا وأكد حرص النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظا على التراث التقافي والتاريخي المصري العريق يتوجه وزيره الخارجية سمح شكري اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الإجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد داعش الإرهابي وحسب مصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد حافظ من المقرر أيضا أن يشارك شكري في الإجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزري للتحالف للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التواصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما يعقد وزيره الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نضرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع ترومة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك فشل اليمين المتطرف بزعامة ماري لوبين في الحصول على أي إقليم اترى الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية وفق التقديرات الأولية وأسجل اليمين الوسط صعودا ملحوظا في عدة مناطق منها إقليم نورماندي الواقع بشمال غربي فرنسا حيث حصل على نسبة 44.2% من أصوات الناخبين من جهته أبدأ حزب الرئيس إيماناوي الماكرون خيبت أمله إثر ظهور النتائج الأولية للانتخابات التي غلب عليها العزوف غير المسبوق عن التصويت حيث سجلت نسبة المشاركة 27.89% من مئة بالمئة سجلت وزارة الصحة والسكان 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثين وفاق قلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 280.394 إصابة من بينهم 210.052 حالة تم شفاؤها بالفعل و16.092 حالة وفاة نهاية الموجة زوالي مزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت أكسترانيوز.TV كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة